أتدري أحياناً يتعجب الإنسان ويصيبك الذهول كل شيء له دلالة كل شيء يدل على شيء آخر بمعنى آخر حينما أنت تمشي بالصحراء وترى آثار الأقدام تعلم أن هناك من سبقك لما ترى بناء تقول هناك من بنى هذا البناء لا يوجد شيء في الدنيا اسمه صدفة لهذا للأسف حتى في بعض الإعلام صنع الطبيعة صنعته الطبيعة لا صنعه الله سبحانه وتعالى لهذا كل شيء يدل على شيء لهذا لما أنا يأتيني رجل يعبد الشمس يعبد الشمس أقول لهذا الرجل هل هناك أحد جاء لك رسول من الشمس بمعنى آخر هل جاء لك رسول من الشمس وقال الشمس تحب كذا وتكره كذا وهذه من شريعة الشمس لن تجد سيصمت الذي يعبد القمر أو الحجر أو الشجر فكل شيء له دلالة استحال أن تجد بناء كاملا في الدنيا ثم تقول جاء في محض الصدفة لا لهذا من أسماء الله سبحانه وتعالى الظاهر بمعنى آخر سبحانه وتعالى الظاهر في كل الوجود كل شيء في هذه الدنيا ترى له دلالة على وجود الله الذي لا إله إلا هو تنظر للشجرة من حبة بذرة صغيرة ثم تصبح شجرة طلعها نضيد ثم ترى ثمارة بذرة واحدة الجنين من ماء دافق ثم في رحم الأم ثم خرج صبيا قوية من الذي أنشأه من الذي خلقه من الذي أوجده من الذي علمه من الذي منحه البصر والسمع وليس الله لهذا الظاهر كل شيء في الوجود دلالة على وجود الله سبحانه وتعالى لهذا لما يأتي ملحد يقول أنا لا أؤمن بوجود الله والحياة مادة سل من أوجدك أنت من أوجدك من الذي يتحكم بقلبك وعقلك وروحك من الذي يتحكم حتى في منبت الشعر منبت الشعر هذا من الذي قام بتوزيعه لماذا لا يظهر على الشفتين لماذا سيصمت لن يجد إجابة الله سبحانه وتعالى أرسل جبال وأجر لنا الأنهار وأرانا سبحانه البحار والشمس كذلك أخرجها الله عز وجل لنا دفئة ونارة سبحانه والقمر أوجده لنا في الليل ضياءة ثم يأتي رجل ويقول لا وجود لله والعياذ بالله لهذا من أسماء الله سبحانه وتعالى الظاهر أي كل الآيات تدل على وجوده بل سبحانه وتعالى الذي ينكر وجود الله يصدق عليه في قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير لهذا كل ملحد يفقد عقله كل ملحد يفقد عقله وكل من يشرك بالله سبحانه وتعالى لا يحتوي ولا يتمتع بكمال العقل لأن كل الآيات التي يراها ومع هذا أنكر وجود هذه الآيات وأنكر وجود الله سبحانه وتعالى نومنا بحد ذاته آية دلالة على آية وجود الله سبحانه وتعالى ننام جثث الأجساد فقط هي التي تعمل القلب ينبض والنفس يتحرك أين الروح؟ عند الله سبحانه وتعالى نومنا طعامنا نأكل الطعام من أين خرج؟ من التراب ثم نأكله فينتفع فيه التراب ألا وهي الأجساد ثم ننكر وجود الله سبحانه وتعالى لهذا فعلا الله سبحانه وتعالى هو الظاهر لهذا أنا كمسلم ماذا أستفيد من اسم الله؟ الظاهر أستفيد مسألة رائعة أن كل آية أراها في الوجود تدل على وجود الله سبحانه وتعالى بل كل شيء تلمحه عيني دلالة على وجود الله سبحانه وتعالى لهذا أسأل الله الذي لا إله إلا هو لي ولكم الثباتة على هذا الدين حتى نلقاه ونلتقي في جنة النعيم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك شكرا للمشاهدة